موسيقى شكرا موسيقى موسيقى جديدة في أثناء طيرانها وفقا للباحثين الذين سلهموها من الدبابير والنحل العلمونور يقود المطاورون الذين نشروا تقاريرهم في مجلة نيتشر أن هذه التقنية يمكن أن تستخدم في المواقع التي يصعب الوصول إليها أو المواقع الخطرة مثل المباني الشاهقة أو يمكن أن تساعد في البناء بعد الكوارث تعمل الطائرات من دون طيار عملا مستقلا في فرق للطباعة طباعة ثلاثية الأبعاد للمبنى ترش طبقة سمنتية خفيفة الوزن ثم إجراء مسح ضوئي لمراقبة الجودة لضبط الطبقة التالية لضمان دقة تصنيع تصل إلى خمسة مليمترات فضل ومعنا من بيروت ربيع بعلبكي الخبير في مجال التكنولوجيا صباح الخير أستاذ ربيع صباح الأنوار ما هي هذه التقنية وما هي أيضا هذه الطائرات المسيرة كيف تعمل والفعلا بإمكانها أن تقوم بعملية بناء المباني والأبراج الشايقة في المستقبل نعم طبعا الصورة الصناعية الرابعة هناك فيها ركائز مهمة منها هذه الركائز الزكاء الاصطناعي الروبوت انترنت الأشياء البرامج التطبيقية البرامج الأمن السيبراني برامج الميتافيرز والانغماسية البرتشوال رياليتي والجمانتد رياليتي والبرامج السلسية الأبعاد وهي طابعات السلسية الأبعاد وتصنف طابعات السلسية الأبعاد بأكثر من نوع نوع يستخدم للأعضاء الطبية نوع يستخدم للأشياء المعدنية كالمجوهرات وأنواع أخرى للنمازج الصناعية أو لنمازج متكاملة الوظيفة حتى بالناس أصبح يستخدم اليوم الطابعات السلسية الأبعاد لتأمين قطع الاستبدال والغيار ولكن الملفت عندما ندمج أكثر من ركيزة من الركائز التي ذكرتها مع بعض فهي تعطي نتائج أخرى يعني إذا دمجنا الزراع الروبوت مع الطابعات السلسية الأبعاد ممكن أن نحصل مع الدرون على روبوت طائر يستطيع تأدية ألاف المهمات فنفس المهمة التي يؤديها رجل الإطفاء الآلي عبر الدرون للوصول إلى الأماكن الصعبة أو لتأمين دعم إسعافات أولية في حال الحريق أو حال الحروب يمكن أيضا لنفس هذه الدرون أن تكون بمهمات جمع أو عمار يعني صف الحجارة بدل ما أن تكون كيوبس وليغوز بنقاط صغيرة كما شبها يعني أنه أنا أصنع أصب نقطة فوق نقطة هل نتحدث الآن عن طائرات درون ليست صغيرة عندما يتم الحديث عن طابعات ثلاثية الأبعاد وهي التي نعرفها منذ فترة وتم بناء بعض البيوت من خلالها الآن دمج بين طائرات الدرون وهذه الطابعات هل تستطيع هذه الطائرات طبعا ستكون حجمها أكبر على الأقل هل ستستغني عن موضوع ما يعرف بالأدوات التقليدية السقالات وغيرها من التي تستخدم في الأبنية مثلا؟ كما ذكرت في التقرير وفي كلامك بطبيعة الحال الكمية التي ستحملها الدرون لم تتخطى الكيلو جرامات ولكنها كافية أن تتجمع فوق بعضها البعض وتتجمد وتتحول إلى حائط اسمنتي قوي نعم إذا أكسرت من الدرون كأنك تكسر من العمال إذا أكسرت من سرعة الدرون وخاصة أنها روبوت يعني يعمل بضقة و باستشعارات سنسورز عالية للجودة منها سنسورات ضوئية ومنها سنسورات تقوم بحسابات خوارزمية عالية كي تطبق الرسومات الهندسية على الواقع بواسطة هذه النقطات الترابية أو المستخدمة في عجين الحيطان ما يهمنا أن نعرفه الاستلامة العامة هل هي آمنة؟ هل في مجال الخطأ فيها في عملية البناء؟ نحن نحدث عن أبنية شاهقة نعم بطبيعة الحال الخطأ يقل عند استخدام الزكاء الاصطناعي لأنه لا ينفذ أي مهمة إن لم تكن مبنية على حسابات دقيقة ومترابطة ومتراكمة ومتصلة بحسابات تبدأ من السفر وحتى انتهاء من المهمة؟ طيب سيد ربيع ولو بشكل سريع دائما يطرح هذا السؤال نريد أن نفهم أكثر موضوع الإيجابيات وموضوع السلبيات موضوع السلبيات سيكون الاستغناء بشكل مباشر عن اليد العاملة تحديدا لكن هل هناك أيضا سلبيات أكثر وأخرى؟ بس حتى كمان أيضا أوضح هذه النقطة نقطة الاستغناء ليس دفاعا عن التطور في الثورة الصناعية الرابعة ولكن هذه الدرونز تحتاج إلى عمال صيانة وتحتاج إلى عمال تركيب وتحتاج إلى عمال تشغيل وإلى أدمغة مهنية بشكل خاص أكثر بكثير من الشخص الذي يكون بالجبلة أو باستخدام حجارة البطون ليعمر أو يصب الجسور أو الحدادة فبالتالي بالعكس سوف تشغل يد عاملة أكثر من ناحية مخفية أو في الباك أند لتأمين هذه الخدمات ولكن السرعة في تسليم والإداء وصديقة البيئة هي التي سيكون لها الأفضلية عن أي عامل يدوي شكرا لك من بيروت ربيع بعالبكي الخبير في مجال التكنولوجيا